السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي مرة تانية انا مروة شاهين في فيديو النهاردة هكلمكم عن كل انواع مرتبات بسانت بادي ووركست كمان انا جربت منهم ايه درجة ترطيب كل نوع منهم عاملة ازاي وكمان التعطير اما عن رأي الشخصي فاقولهلكم في اخر الفيديو انا فضلت ايه وايه مش نوية ان انا اقراره مرة تانية فالو انت مهتمة يلا بينا ما تنسيش اللايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس اول حاجة طبعا هنبدأ بيها وهي اكتر حاجة درجة وهي البادي لوشنز بتاعة المستات انا الحقيقة ما عنديش منها كتير عندي بس المجموعة دي عندي داركس وعندي ستروبري باوند كيك وكوكونات كاندي ابل ومورشميلو بام كيلاتين انا كنت جايباهم في الاول علشان اجربهم واشوف لو هيعجبوني اجيب المستات ودي اول حاجة لازم الفت انتباهكوا ليها انه البادي لوشنز بتاعة المستات مش دايما بتكون تيبيكل نفس ريحة المستات احيان بتكون السويتنس فيها اعلى الفروتي فيها اعلى فمش دايما حكم صائب ان انا اجيب البادي لوشن وبناء عليه اقر اذا كنت اجيب المستة او لا دي اول حاجة الحاجة التانية هو زي ما انتوا شايفين قوامه خفيف بتشرب بسهولة ولكن الترتيب بتاعه هيناسب حد مش عايز ترتيب عالي يعني حد يكون الجلد بتاعه مش بيتحمل الحاجات التقيلة بشرة دهنية مثلا واعتقد اغلبنا مش مش البشرة دي يعني اغلبنا لا بشرته بتكون جفة حتى لو بشرة وشه دهنية بتكون بشرة جسمنا جفة فهو بصراحة ترتيبه مش احسن حاجة ولا كمان تعطيره يعني انا شفت ناس منباهرة بالتعطير بتاعه وبيعود يوم وبيعود يومين وكلام كتير كده وده اللي خلاني اجيبه الحقيقة لا هو مفيش الكلام ده خالص ودي تجربة الشخصية هو ممكن يقعد من نص ساعة لساعة وربع وبعد كده بتلاقي ريحة المكونات اللي فيه طلعت وبيقلب معاكي وكأنه بادي لوشان طبي بتشم ريحة الفيتامين زي اللي فيه بتشم ريحة زيادة تلشية يعني بتحس ان هو عارفين الحاجات المرتبة الطبية اللي بلا ريحة هو بيقلب بنفس الريحة دي فبصراحة حتى كمان كتأثير على الجلد مفيش حاجة مبهرة قوي هو بيرطب حاجة لطيفة كويسة لكنه غالي يعني مش الحاجة اللي جبها وخلاص فاهميني ازاي ده رأيي فيه ما شفتش فيه اي حاجة مميزة خالص ولذلك هم عندي اصلا بقالهم سنة ولسا ما خلصوش يعني خلصت زبدات وكررتها تاني وهم زي ما هم لان بالنسبة لي انا هستعملهم بس علشان ما يبوزوش ممكن بقى تجيبيهم تعطيهم في شنطاتك كهاند كريم كحاجة ممكن حاجة شابه كده مع الاغذة في الاعتبار ان هم زي ما قلتلكم لا ترطيب تمام ولا تعطير تمام احيانا بيكون فيه لونين يعني تلاقي اللوشن مسلا اغمأ من لوشن تاني ده بيكون لان اللوشن نوعا ما بيكون ترطيبه اعلى لكن برضو في اطار ان هو وترطيب برضو ضعيف كده خليني برضو اقولكم ان انا جربت من البادي لوشنز عندهم فيه لاين اسمه زاولنس هو المفروض ان هم عاملين اللاين ده في بادي باتر وبادي لوشن علشان خاطر تعالج الجلد هو الحقيقة ترطيبه عالي اعلى من البادي لوشنز اللي بتاعت المستات فعلا وفعلا بتحس ان هو بدي شكل صحي كده وجلوي صحية للجلد لكن ريحة جوز الهند في باس انت بادي ووركس لما بتكون في حاجة لوحدها يعني زي زبدة زي بادي لوشن الحقيقة ان هي وحشة جدا يعني بتكون بودرية قوي 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 زيادة عن اللازم فبتحس ان انت كلك بودرة يعني كأنك جبتي كده بودرة فيها الريحة دي وحططيها على جسمك بالكامل زايد انه اصلا مش ريحة جوز الهند يعني ريحة جوز الهند كده معطوبة تحسيها حمضانة تحسي فيها مشكلة فمعجبتنيش كريحة فانا بصراحة اه ممكن اكون بهتم للترتيب وقد ايه بيقصر على الجلد وكل الكلام اللطيف ده لكن كمان الريحة مهمة فانا مش ممكن اقراره مرة تانية ونصيحة لو هتجيبي او هتجيبي اي حاجة بس بريحة جوز الهند فقط لازم تكوني عارفة ان هتعجبك من بس انت بادي ووركس وبعد كده وخليني اكلمكو عن احلى بادي لوشن انا جربته في حياتي اللاين عمتا بتاع الاروما سيربي بس انت بادي ووركس يا جماعة محتاج لفتة مننا وانا حاسة ان انا يعني نفسي اخلي كل واحدة فيك وتجربه اللوشن حجمه قليل سعره غالي ما بتلاقيهوش بسهولة ريحته مش مغرية بصوا يعني انا بقولكو بعدلكو عيوبه ولكن عايزة تعالجي فعلا جلدك هو ده عايزة تحس ان انت الاماكن اللي ممكن تكون ما اكسده في جلدك عن جسمك بقت متنغمة مع باقي الجلد هو ده عايزة تبقى ريحتك فواحة جدا جدا وكأنك حتى بادي مست وتجيبي حاجة مش محتاجة ان انت تعطري نفسك بعدها برضو هو ده عاملين كزا لاين كل لاين باسم بيعبر عن الزيوت اللي جواه وتأثيرها على حالتك المزاجية مثلا ده اللاين ده اسمه انرجي لانه في زيت البرتقان وفي زيت الجوافة ريحته فروتي قوي 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 فروتي مسكرة كده كأنك بومبونية فواح جدا جدا وسابت جدا جدا سابت من الشوار للشوار يعني اللي هو ممكن يقعد معاك يوم ممكن يقعد معاك يوم ونص على حسب الترتيب بتاعه رائع يعني قريب قوي من البادي كريم وزي ما قلتلكو الريح بتاعته فواحة انا عندي الاثنين دول اللي هو من اللاين بتاع انرجي ده جايبه من ستور مصر عادي جدا واللاين بتاع لاف ده انا جايبه من برا مصر اللاين بتاع لاف هو بالفانيلا وبالورد ورحته زي روزز فانيلا بالضبط عايز اقول لكم اول مرة حطيته ممكن حكيت لكم الحكاية دي قبل كده كنت مسافر عند ماما المنصورة وخدت شاورو وكان اول مرة جربه وكان لسه جايلي وكت فرحانة بقى بيه قوي وحطيت منه وانزلت وقلت يا نهار ابيض ياريتني ما عملت كده رحته فواحة قوي 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 واصلا الورد والفانيلا رحتهم مغرية فتحس ان انت رحتك يعني جزابة فما كانه مش في الشارع ابدا فاللي هو يعني حتى لو هحط مش هحط ده وغير كده فواحانه يعني كان بالنسبالي انا صدمة انه في بادي لوشن ممكن يبقى فواح بالشكل ده وثابت يعني الحد ما رحت عند ماما وغيرت هدومي وعدت كالت الريحة مهيمنة رحته قوية جدا جدا يا جماعة وتحفة جدا لكن شرقية وشتوية نوعا ما مش متحملها في الصيف بصراحة لكن الريحة بتاعت انرجي صيفية جدا وبرضو فواحة قوي لكن على الهادي تقدر انت تحطيها وتنزلي بها عادي جدا بس اللي هيقعد جنبك او هيلزق فيك هيبقى شامم ريحة حلوة كأنك واخدت شاور لطيف بشاور جيل حلو كده فريحته بادي لوشن طبيعي يعني لكن زي ما قلتلكم هو اللاين ده اصلا مبني على انه فيه حاجة اسمها الاسسينشيل زيويل او الزيوت الاساسية وهي بتكون يعني 100% طبيعية والحقيقة انه كل منتجات بسان بادي ووركس فعلا هي طبيعية 100% وده بتعرفيه اكتر لما الحاجة بتبوز منك بتشمي ريحة الحاجات الحقيقية يعني لو هي فيها لبن بتشمي ريحة لبن بايز لو فيها عسل بتشمي ريحة العسل لما بتحيس انه خلاص بقى له مركون فترة ورحته اززت كده وبقت رحته وحشة جدا بتشمي الروايح دي كأنها في المطبخ فعلا فحقيقي اميز حاجة واللي بتدفعي فيه فلوس حقيقية ان انت يعني ان انت فعلا بتاخدي جودة عالية من حاجات فعلا مش متحك عليك فيها مش مسألة ان هي حاجة مستوردة فغالية لأ البوتل دي كمان ازاز وبتقليه البن بليه لك من فوق بتقفليه وبتفتحيه الحقيقة من اروع ما جربت وان شاء الله متشوق ان انا اجرب انواع تانية منه وبعد كده خليه اكلمكم عن البادي كريمات بتاعتهم انا الحقيقة ما جربتش من عندهم كتير يعني تجربتي ما كدش احلى حاجة مع البادي لوشن زالية بتاعت المستات فما جربتش من البادي كريم بتاعت المستات غير واحد اللي هو وخلص ورميته لكن هو مايفرقش كتير عن اللاين بتاع الاروما سيرابي الريحة برضو ما بتقعدش وانا كنت متوقع بما ان البادي لوشن بتاع الاروما سيرابي ريحته سابتة فاكيد البادي كريم هتبقى ريحته على الاقل لنفس السبات او اعلى ما توقعتش ان هو يكون اقل كمان جربت من عندهم الهاند كريم اللي هو ده الفانيلا باتر كريم ورحته بالضبط نفس الفانيلا بين اللي هي الشمعة خليني اكلمكم عن البادي كريم البادي كريم ترتيبه كويس اوي هو تقيل في زبدة شيا فيه كمان هايلورونيك اسد في فيتامين اي في زبدة كاكاو فهو مليان وغني اوي ففعلا بيأثر على الجلد وبتحس ان جلدك بيختلف يا جماعة وبيبقى فيه لمع صحية حلوة اوي انت نفسك بتبقي فرحانة بشكل جلدك وعايز اقول لكم على مدار سنتين اهو انا ما بجربش اي حاجة على جلدي بشكل مباشر غير منتجات باستن بادي ووركس سواء سكروب سواء بادي لوشن او بادي كريم اي حاجة بدهنها يعني على جلدي اما بالنسبة للشاور جيل ما كنتش معتمدة بصراحة على بس ان بادي ووركس في حاجة تانية بس برضو طبيعية جلدي اختلف تماما مفيش عندي حتة مثلا من السجود مختلفة عن باقي جلدي مفيش حاجة اسمها مسام بقى محببة وموضوع بقى والمش عارف ايه مفيش الكلام ده خالص انسي تماما تماما فحقيقي المنتجات بتفرق وبتدفعي فلوس في الحاجة مش عشانك انت يلاقي فلوسك في الشارع لأ لان فعلا انت خدت منها نتيجة البادي كريم اه ريحته مش قوية مش فوح ولكن تأثيره على الجلد رائع جدا هل انا هكرره مرة تانية لأ لان انا عندي البادي بطر بقى افضل من كل الرغي ده لكن خليني اكلمكم عن البادي كريم بما ان في ناس مش بتحبه اصلا ملمس البادي بطر هو قوامه ما بين ان هو تقيل يعني قوي زي الزبدة وطبعا هو اتقل زي ما انتوا شايفين من البادي لوشن فلو انت بتحتاجي حاجة ترطبها اعلى من البادي لوشن ولكن مش بتتحملين زبدة الجسم خاصة ان احنا في الصيف هيكون مناسب معاك جدا وانصحك بيه لان فعلا هتشوف تأثيره على جلدك اما بالنسبة للهند كريم من وجهة نظري بعد تجربة بصراحة هو ريحته تحفه هو جورماند كده وجميل لكن اي هند كريم يا جماعة هيوفي بالغرض خاصة ان هو قوامه مش تقيل قوي وما شفتش منه الحاجة الفضيعة يعني لو مثلا عندك اماكن غامة وعايزة تفتحيها اي بادي كريم في الحياة حط عليه نقطة فيتامين سي من اللي انتوا تحطيه على وشك وشكرا وزي الفل ما عنديكش فيتامين سي مفيش مشكلة عندك بادي باتر او بادي كريم حطيه على اديك بس منتاز سهول خاصة ان اصلا الهند كريم بتاع بادي ووركس بنفس سعر الترافل سايز من البادي كريم خليني اكلمكو عن البادي كريمات بتاعة الاروما سيرابي الاخضر ده بريحة الاوكاليبتوس والاسبرمنت اللي هو ريحته شوية زي النعناعة كده ودي ريحة بتدي احساس بالهدوء والليكسيشن كده فبتحس ان انت عصابك هديت اما بالنسبة لي الموف هو باللفندر وبالفانيلا ريحته ولا اروع عندي منه السكراب وده شجعني ان انا اجيب البادي كريم ولما روحت عشان اجيب البادي كريم والله كان قدامي البادي لوشن بس انا طمعت وقلت لان اجيب بقى البادي كريم ترتيب اعلى وهما الانين بنفس السعر فخليني نصحة ما اجيبش البادي لوشن اجيب البادي كريم انا بحب الحاجات اللي ترتيبها عالي ولكن للأسف الشديد انه طلع الريحة في ضعيفة قوي والبادي لوشن ريحته اقوى فان شاء الله هبقى اجيبي البادي لوشن لان الريحة رهيبة جزابة شوية زي الورد والفانيلا بصوا بقى انا لما فتحت الكريم لقيت فيه قد ايه رغم ان انا عملها ضغط عليه مش ردي يطلع خدوا بالكم من الموضوع ده افتحوا الكريم بس خلوا دايما القطع يكون قريب اكتر من تحت من ناحية الفتحة بتاعة الغطا لانه ببقى متخزن تحت جوه الكريم وكمان بقى بيتقلت فاحنا عايزين نخرب الكريمات علشان بيقلدوها ونيجي بقى لأحلى فكرة في الحياة بالنسبالي وهي البادي باترز بتاعت بسان بادي ووركس يا جماعة تدرس بصوا بصرف النظر عن الحجم والريحة واللاين كلهم تحفى كلهم غيروا جلدي بصوا انا اول بقى ما جربت من بسان بادي ووركس كان البادي باترز بتاعته يعني بعد كده بدأت اجيب البادي لوشن اجيب البادي كريم بدأت انوع لكن انا اول ما جبت جبت البادي باتر وكانوا اللي اتنين دول اول ما انا جبت كنت جايبة معاهم من نفس اللاين مسترايزنج بادي ووش كده وورولكو دلوقتي فدول خلوني يعني انبهرت وفرحت جدا لانه غيروا جلدي تماما مكان السجود كان عندي في الركب اغمى واخشن الموضو ده انتهى تماما بقى اللي هو كله شكل بعضه الاندر ارم على مدار الشتاء انا مش بستعمل خالص اي موزيل عرق لا سبري ولا رولون ولا اي حاجة خالص كلنا بعملو ان انا بعمل سكراب من بسان بادي ووركس برضو ناعم جدا عامل زي الزبدة من الاروما سيرابي ويبحط من الزبدة دي بخرج من الشتاء والاندر ارم زي باقي جسمي بالظبط مفيش اي اختلاف في اللون وده اللي انا بعمله طول الشتاء وعلى فكرة اغلب الوقت في الصيف لو انا مش ناوية اخرج نفس الكلام انا بعمله من اللاين ده انا جبت اللاين ده اسم كوكوشية جبت الموستريزنج بادي ووش ده بس هو حصل فيه حاجة غريبة جدا هو بالعسل وكترحته طحفة وتحسي كده ان هو فيه لبن وكريمي كده وجميل لكن باز باز وانا ما كملتش مثلا تلات شهور وده لي حاجة من اتنين اما لان انا دخلت فيه ميا او وطبعا انا حاسة انه ده مش سبب لانه طبيعا انه هو يخش فيه ميا ما هو اصلا بادي ووش وانا هستعمله تحت الدوش او انه هو كانت اللي انا جايبها من عندها هو صلاحيته لسه عليها كتير لكن هي كانت فتحته مثلا فالصلاحية بتبدأ بعد ما بفتحي بسنة فهو فتحة بقلها فترة فباز بقى فطبعا هو هيتريمي بس انا حبيت اورهولكو الاول زيالتي طبعا جدا عليه لانه كان غالي يعني كان معدل ميتين جنيه ومعرفش انا كان فين عقلي وانا بجيب بادي ووش بقى بمتين وشوية كان الحماس واكلني اوي بس انا ما انصحش حد خالص يجيب له شاورجيل ولا بادي ووش ولا اي حاجة من دي من بس ان بادي ووركس مش لانهم وحشين لسمح الله دول تحفة لكن اسعار خزعبلية هبقى اقولكو على بداية التحفة وجابت نتيجة معيها حلوة قوي خاني بقى اكلمكو عن البادي بطرز دول انا جايبة اتنين دي بجوز الهند عليها النخل بتاع جوز الهند وده شكل البرطمان البادي بطرز عندهم البرطمانات اليوم شكلين الشكل ده وده بيكون حجمه متين ستة وعشرين جرام بيكون اكبر من الحجم التاني اللي هورهولكو دلوقتي شايفين القوام زبدة زبدة يعني اكتر زبدة قوامها تقيل اللي هي بجوز الهند دي واللي هي هورها لكم دلوقتي طبعا من اللي انا جربتهم بتتشرب حلوة قوي بصوا بتتشرب على طول بس طبعا لازم يكون بشرة جلدك جفة يعني مش بشرة دهنية بتتشرب بسهولة ولكن رخامت بقى جوز الهند زي ما قلتلكم ان هو ريحته وحشة قوي ريحته امطربة كده وجفه وبودري زيادة عن الليزوم ففي الشتاء كان مقبول لكن في الصيف بصراحة ما قدرتش اتقبله خالص وبحس ان هو بيدايق اني بيخنقني يعني ان انت تبقي ريحتك كلك بضرة يعني لأ وبعدين بقى سابات ما قولكوش فوحان ما قولكوش ريحة فلازم تكوني متقبلة الريحة ده اني اللي هو بالعسل الطبيعي بصوا بقى حاجة امر انت كده عسل برطمان عسل متحرك جورمان ده قوي عايز اقول لكم ما بحطهاش ابدا غير لما الحوالي يقولي انت حطه ايه هو انت يحطه ايه ينفع تجيب لنا منه طبعا انا ما بديش اي حد اي حاجة من الحاجات دي خالص لكن يعني ماما الاستثناء الوحيد اللي ممكن ايه اجيب لها بقى واحدة ولا اديها واحدة وخلاص يعني برطمان لكن دول من المخزون الارسي بتاعي مستحيل ان انا ادي الحد فاللي بالعسل دي رهيبة لو لقتيها هاتيها لو بتحب الحاجات الجورماند هتخلي ريحتك امر هتحس كده ان انت برطمان عسل وترطيب رائع ترطيبها اقل من اللي بالجوز الهند اللي بالجوز الهند ترطيبها اعلى لكن ريحتها مش خلوة فاللي بالعسل ريحتها تحفة ترطيبها تحفتين كمان قوامها اخففة بتتشرب يعني انا بستعملها عادي جدا في الصيف بس بصراحة نوعا ما بحسها تقيلة لكن لو بالليل لو باخد اشور بالليل وهنام بقى في تكييف او حاجة بقى محطها وكده كده الصبح باخد شور فخلاص تمام لكن لو في الصبح وهتتحركي وكده لأ هتبقى تقيلة شوية وهتسخنك ومن اللاين بتاع زوال الناس كنت اقلالكم ان هو عامل بادي لوشنز وهو عامل كمان بادي باترز انا جبت الهيب الرمان دي بصوا يا جماعة فيها فيتامين اي وفيها كمان زبدة شاية وفيها زبدة كاكاو وخفيفة جدا دي بقى تنفع فعلا لو انت زي حالتي بتحب الحاجات اللي ترطيبها تقيل في الصيف اولا رحيتها فاكهية رمان بصوا روعة روعة لو انت من عشاء الرمان انت هتبقى رماناية كده في نفسك لكن لو معك حد بقى في البيت مش بيحب رحة الرمان هتبقى جريمة بالنسبة له لان رحيتها فواحة جدا جدا وقوية جدا جدا لكن الحقيقة بالنسبة لي عشق وإدمان وانا كنت جايبها مع البادي مست يعني كنت جايبها نية تبقى كومبو كده مع البادي مست اللي هو ميدنايت بومجرينت وهما الاثنين مع بعض الحقيقة ولا أروع بس بصراحة كل البادي بوترز بتاعت بسان البادي ووركس مش بتحتاجي أصلا انك تعطري نفسك بعدها وبعد كده وخلينا نتكلم بقى عن البادي بوترز اللي هي بتاعت البادي مست أول حاجة شامبين قبل أندهاني ومارشميلو بومك اللا تي مارشميلو بومك اللا تي المست هو ريحته مارشميلو أكتر معاها بقى اللا تي ورحت البومك اللي سبايسي هنا اللي مسيطر على الزبدة اللا تي جدا 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 مع البومكين مع حتة سبايسي وي المارشميلو يا كد يكون مش موجود جاي من بعيد كده هنت خفيف فالزبدة مختلفة عن المست كتير أنا حبيت المست بصراحة أكتر هنا ريحت اللا تي قوية جدا 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 فإنك انتي طبعا أنا بحط على جسمي كله فإنك انتي كلك ريحتك لاتي وبعدين بقى بصي مكملة معاك يوم يوم ونص اتنين ما بتقولش لقى الريحة قوية جدا فساعات بحس برضو ان هي عايزة جوي يكون برد كده ان هي تبقى مستساغة فيه لكن في الصيف بحس ان هي تقيلة شوية كمان ترطبها عالي قوي نيجي بقى لهذا الأمر اللي هي شامبين أبل أندهاني في المست على عكس بقى مارشميلو بام كيلتي في المست الشامبين قوي وريحة التفاح برضو واضحة قوي والعسل مدي خلفية كده للعطر أما هنا بقى في الزبدة فهي عسل 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 معاة تفاح وأنا مش حاسة خالص بصراحة بالشامبين الشامبين بدي ريحة صور كده وريحة شوية حامضية عاملة زي الصودة مش حاسة فيها خالص بالزبدة فاكن الزبدة دي بقى في الصيف يا جماعة انت بومبوني كده بريحة التفاح فهي روعة وبصراحة أولا برضو هي خفيفة مش تقيلة قوي فبتتشرب بسهولة ومش بتحيس ان هي تقيلة على جسمك وبرضو بأكد تاني ده لو انت أصلا بتحب الحاجات اللي ترطبها عالي وكمان ريحتها فاكهية مسكرة فمناسبة جدا ده كده الحجم اللي انا بكلمكم عليه من بقالنا شوية وده الحجم التاني اللي هو الهاني ويلد فلاور حجمه أصغر اللي هو 185 جرام فبتلاقي أحيانا في أنواع الشكل ده من البرطمانات وأحيانا تانية في أنواع تانية بيكون البرطمان التاني خيب أكلمكم عن هذا الجمال دي أخف زبدة أنا جربتها من بسان بادي ووركس ومن الزبدات التحفة بصوا عايز أقول لكم دي بقى مامتي فعلا عجبتها جدا وخدت منها ماما عندها نمش في ايديها لأن ماما ما شاء الله بيضى قوي لما جربتها يعني وأنا عندها كده كنت قاعدة فترة قالت لي مروة الكريم بتاعك ده خلى النمش اللي في ايدي يخفه خالص يعني في حاجات كانت لونها خفيف راحت والحاجات اللي هي التقيلة لونها خف أنا عايزة منها ففعلا فعلا جماعة والله بتأثر وبتغير شكل الجلد لأن طبعا هي الحاجات سواء النمش سواء البقع الأكسادة بتاعت الجلد كلها نتجة من إن الجلد ده جف محتاج ترطيب فكل ما بترطبيه بحاجات فعلا صح يعني حاجات كويسة بترطب وبيبقى تحفة وبتعالج فهاني ويلد فلاور دي بقى برضو عسل قوي وراحتها فواحة جدا اللي هو لو انت يحطها في القوضة اللي بره في الريسيبشن هيبقى شمك وسبتة بقى بصلا ما قولكوش يعني سبات رهيب وسواء بقى هاني ويلد فلاور أو جابانيزة شيري بلوسوم فالاتنين موجودين في استور مصر ودائما نكمزل عليهم عروض واحدة عليها واحدة اتنين عليهم اتنين فأنا دائما كنت بجيب من العروض دي وعندي منهم استوكة على فكرة مقفول ما فتحتوش لسه دي بقى ريحة شوار ريحة نظافة ريحة بودرية زهرية مسكرة كل حاجة وعلى الرغم من إن جابانيزة شيري بلوسوم أنا ما عنديش الباديمست بتاعها وتوهمت بالريحة لكني ما فكرتش خالص إن أنا أجيب الباديمست وده لأن أنا لما بحط الزبدة بتبقى ريحتي كل الريحة فأنا فعلا مش محتاجة إن أنا أجيب الباديمست وورمي فانيلا الشجر طبعا من الحاجات اللي الناس كتير قوي عارفاها أنا كنت جايبها أونلاين لأن هي حاليا بتتوفر على سطور مصر لكن وقتا ما أنا جبت ما كانش لسه توفرت هنا في مصر كنت جايبها أونلاين برضو كانت تقريبا بـ 250-160 حاجة كده دي الوحيدة يا جماعة اللي أنا لما بحطها فعلا بتسخلي جسمي وبحس إن أنا مش قادرة أحطها خالص في الصيف اللي هي الورمي فانيلا الشجر شتوية بحتة برضو من الحاجات اللي أنا عايزة أكلمكم عنها وهي البادي باتر بقى اللي فيها جليتر أنا جايبة انتو زنايت اللي هو المفروض اللي هو فيه شمر وأنا كنت جايبة على الأساس أنها تبقى شمرينج مش فيها جليتر وفيه فرق وأنا ما توقعتش بصراحة إن باساً بادي ووركس هيعمله بادي باتر فيها فيها جليتر بالحجم ده أنا جسمي حساس يعني أنا أصلاً عندي مشكلة في جلدي إنه هو بتلكك فالجليتر اللي موجود في الزبدة ده بيجيب لي بيعمل لي حساسية فما تحملتهاش خالص طبعاً شكلها ما بيكونش كده أنا دخلتها لمايكرويف وحاولت إن أنا أسيحها وأصف فيها من الجليتر وأستعملها بدون جليتر للأسف العملية دي فشلت وفصلت مني كده بقى فيه زيت وبقى فيه زبدة وتبهدلت كده أنا على فكرة ما تجربتاش خالص غير مرة واحدة بس يعني الريحة موجودة فيها وفواحة وقوية جداً جداً بس للأسف أنا لا صيف ولا شتة قادر أن أنا أتحمل ملمسها على جلدي أبداً الريحة مغرية وأنا بعشق أنتو زنايت طبعاً وريحتها تحفة وريحتها فواحة وسبتة جداً 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 بس أنا مش قادر أتحمل الجليتر اللي فيها ده خالص وبس كده ويراب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم وقلت فيه كل حاجة لو فيه أي صفصور سبولي تحت في التعليقات أرد عليكم لو أنا غفلت عن حاجة ما قلتهاش أنا بالنسبة لي لو هجيب أي حاجة من الحاجات دي هقررها مرة تانية هيكون من الاروما سيرابي البادي لوشن وهيكون البادي باترز لكن أنا عمري ما فكر أجيب ولا بادي كريم ولا أجيب مثلاً بادي لوشن اللي هو بتاعي المستات أبداً فهم دول اللي أنا ممكن أقررهم مرة تانية لأن فعلاً ليهم قيمة وفي نفس الوقت بيأثروا على الجلد ريحتهم حلوة متكاملين بصراحة انتوا قلولي بقى لو جربتوا حاجة معينة منهم ولو عايزين تجربوا ممكن تجربوا إيه بصراحة أنا محبتش إن أنا أو حاولت أعتقد إن أنا موفقتش أوف إن أنا محطتش التطش بتاعي وأقول هاته ده وما تجيبوش ده ولكن في النهاية كل واحد لما بيجي تكلم عن أي منتج بيتكلم عنه من خلال تجربته وجيت نظره هو اللي بتكون سليمة 100% ولكن ليه هو لكن أنا ممكن حد تاني يكون البادي بطر بالنسبة له عذابي يعني اللي هو مستحيل أحطه على جلدي أنا بالنسبة لي البادي لوشن زي الفل وتمام جداً لإن أنا سمعت ريفيوهات ناس صدقة وأنا عارفة إن ما فيش ليهم أي مصلحة في إنهم يجدبوا ومنبهرين جداً من البادي لوشنز بتاعة المستات بتاعة بسانت باديوركس فهي مسألة نسبية حاولي تبقي عارفة لأول طبيعة بشرتك وشوفي من خلال كلامي اللي هي نسبك تجي به وإنت نتقررني وبس كده ويراب يكون الفيديو عجبكم ويراب تكونوا استفدتم وإن شاء الله لو جبت أي حاجة جديدة أكيد هشاركها معاكم أنا من الناس اللي بتحب تستثمر قوي في البادي كير والهير كير والحاجات دي لإن أنت بتستثمري في صحة جلدك وصحة بشرتك يعني فإن شاء الله في حاجات جديدة أنا بجربها فعلياً هبقى شاركها معاكم وفي حاجات نوية اشتريها أو طلبتها بالفعل لسه على وصول فكل ده إن شاء الله نشاركه مع بعض بإذن الله ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دمتم بخير دمتم جميلات السلام عليكم